بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف حفظه الله اللين اللين صفة اللين هذه الصفة الثالثة من الصفات التي لا ضد لها من ربنا الصفير وأيضا القلقلة والآن نشرع في الصفة الثالثة وهي اللين قال المؤلف اللين لغة السهولة لين هلان لين أي سهل واستلاحا إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وبدون كلفة إخراج الحرف من مخرجه بسهولة بدون كلفة إذن حروف هذه الصفة تجري بلين تخرج بلين بسهولة دون كلفة فلذا وصفت بهذه الصفة فما هي حرف هذه الصفة؟ قال وله حرفان هذه الصفة لا حرفان وهما الواو ولياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما إذا الواو إذا سكنت وفتح ما قبلها فإنها توصف باللين فهي حرف لين وتوصف باللين وكذلك يأتي معنا شيء من ربنا وهو مد اللين فانتبه عندنا حرف لين وصفة لين ومد لين حرف لين وصفة لين ومد لين ما نأخذه اليوم هو صفة اللين صفة اللين ويخرج الحرف كما مر بنا بسهولة وبدون كلفة ثم يأتي ذكر حرف اللين فهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما لاحظ عندنا نقول خوف خوف هذه الواو لينية تتصف باللين فهي تجري وتخرج بسهولة وبدون كلفة وهكذا بي 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 بيت كذلك الياء هنا ساكنة وقبلها فهيحرف لين تتصف ماذا باللين لأنها تجري وتخرج بسهولة قال وسمي بذلك لأنهما يخرجاني في لين وعدم كلفة في لين وعدم كلفة بسم الله بسم الله هذا عبد الله لِلَّا خَذْ مِنَ اللَّا قَطَيْهُ بسم الله علين secara bahasa acotolaj as-buhullah yaitu kemudahan az-buhullah itu dengan mudah atau kemudahan westilah secara istilah yaitu adalah mengeluarkan huruf dari makhropnya dari tempat keluar dari huruf dengan cara yang mudah itu dengan mudah dengan tanpa kesusahan dengan tanpa kesusahan atau kesulitan Kemudian ada pada lin ini dua huruf Ada pada lin dua huruf yaitu huruf wawu dan huruf ya Huruf wawu dan huruf ya Yang keduanya disukun Kemudian berharokat fathah Sebelum keduanya Jadi huruf sebelum keduanya Itu wawu sukun atau yak sukun Itu harokatnya fathah Pada contoh yaitu khauf Ini wawu sukun Kemudian sebelumnya adalah khaw yang berharokat fathah Kemudian yak sukun Pada baik Sebelumnya adalah bak yang berharokat fathah Maka ini adalah wawu lin dan juga yak lin Dan keduanya dinamakan yang demikian itu Dikanakan keduanya keluar dengan lin Itu dengan mudah Dengan tanpa kesusahan Ya sebagaimana telah lewat pada kita tentang Ya huruf lin Ini wawu dan yak sukun Kemudian kita pada hari ini sifat Ya terkait dengan sifat lin Kemudian juga Ya telah kita pelajari Telah lewat pada kita tentang matlin Ya pembahasan tentang matlin Terima kasih telah men畫 لغة الميل عن الشيء والعدل عنه إن حرف عن كذا ما لعنه عدل عنه إلى غيره واصطلاحا ميل صوت الحرف ميل صوت الحرف وسبب ذلك قال لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه لعدم كمال جريانه إذن صفة الحرف لن تكون إلا في حرف من حروف البينية لن تكون في حرف رخاوة لماذا؟ لأن حروف الرخاوة يجري فيها الصوت جريانا تاما كما من ربنا وهو يقول هنا لعدم كمال جريانه أين يوجد عدم كمال الجريان؟ في حروف البينية فلذلك حروف الانحراف هي من حروف البينية ما سبب ذلك؟ قال بسبب اعتراض اللسان طريقه فاللسان اعترض طريق الصوت مما أدى إلى انحرافه إلى انحرافه قال وله حرفان اللام والراء لاحظ ويكون انحراف صوت اللام إلى جانبي طرف اللسان لأعتراض الطرف طريقه إذا من نسبة لله لاحظ في الصورة التوضيحية ينحرف الصوت إلى جانبي إلى جانبي طرف اللسان من جانبي عفوا من جانب عفوا إلى جانبي طرف اللسان إلى جانبي طرف اللسان هذه الأسهم يتوضح اتجاه الصوت هذه الأسهم توضح ماذا؟ اتجاه الصوت هذه الأسهم لاحظ يجري الصوت ثم ينحرف إلى جانبي طرف اللسان ما السبب؟ لأن طرف اللسان مع أدلاء الحنفة ملتصق في المخرج لذلك قال الاعتراض الطرف طريقه اعترض طرف اللسان طريق هذا الصوت فجرى من الجانبي من الجانبي نقول ال 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 ثم قال وأما الراء فبالعكس بالنسبة للراء فالأمر بالعكس أي عكس انحراف اللام ينحرف الصوت بها من جانبي طرف اللسان إلى وسطه إذا انحرافنا إلى الوسط ولانحرافنا إلى الجانبي لاحظ لماذا؟ لأنه يبقى معنا كما مر فجوة يسيرة في طرف اللسان يمر منها جزء الصوت إذن هذه الصوت تُوَضِّحُ لَنَمَاذَا مرهدًا لَنَمَاذَا مرهدًا لَنَمَاذَا ini bisa diartikan peralian peralian suara huruf ini peralian suara huruf yang dikarenakan tidak sempurna mengalirnya karena tidak sempurna mengalirnya disebabkan oleh melintangnya atau terhalangnya lisan terhalangnya lidah dari jalannya terhalangnya lisan atau lidah dari jalannya dan pada inhirof ini ada dua ya ada dua huruf huruf yang pertama adalah lam dan huruf yang kedua adalah huruf ro huruf lam dan juga huruf ro kemudian inhirof yang terjadi pada huruf lam itu inhirof ya terhalangnya suara pada huruf lam ini apa ya ila jani bayi taro filisan itu menuju ya kedua sisi dari ujung lisan ya supaya mana ditunjukkan dalam gambar ya itu gambar panah itu adalah ungkapan dari ya suara yang mengalir ya kemudian suara yang mengalir ini terhalang ya terhalang jalannya ya terhalang jalannya kemudian apa ya menuju kepada dua sisi ya menuju kepada ya jadi ini aliran suara kemudian menuju karena terhalang menuju kepada kedua sisi ya kedua sisi tepi lisan ya pada dua sisi dari ya sisi ujung lisan ya karena torof ya itu terhalang ya karena torof ini ya terhalang oleh ya terhalang jalannya sehingga apa lewatnya adalah dari dua sisi tepi lisan kemudian ada pun huruf ra ya maka huruf ra adalah fabil akes itu adalah kebalikannya kalau ya lam ini adalah dua sisi akan tapi ya pada huruf ra maka peralian suara ini ya peralian suara pada huruf ra itu dari ya min ya dari sisi tepi ini dari sisi tepi ini aliran suara kemudian dari sisi tepi ya dari ujung lisan yaitu menuju tengahnya dari sisi tepi menuju tengahnya menuju tengahnya ya disini ada fajwah masih ada fajwah yaitu ada celah ya ada celah sebagaimana dijelaskan dalam gambar dan prakteknya tadi telah dipraktekkan oleh Syekh cifat se cifat qui cifat cifat kemudian cifat tecrir 60 kemudian !!!!!!!! 급annya ما سأو ذلك قال نتيجة ضيق مخرجها السبب في هذا الأمر هو ضيق مخرج الراء لاحظ الصورة التوضيحية هذا مخرج الراء هذا هو مخرج الراء كما هو معلوم وهذه الفجوة التي مر معنا ذكرها لذلك قال الفجوة التي يمر منها جزء الصوت عبر بجزء الصوت كما مر لأن حرف الراء حرف بيني يجري فيه الصوت جريانا جزئيا عند النطق بالراء والتي لو لا ها لو لهذه الفجوة لن قفل المخرج تماما فإذا انقفل المخرج ماذا يؤدي قال مما يؤدي إلى التكرير المنهي عنه إذن عندنا تكرير منهي عنه وتكرير ذكر قبل فلذلك قال وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الصفة وتبين من خلافهم أن التكرير على نوعين النوع الأول تكرير مقبول وهو ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالراء فهذه صفة لا تنفك عن الراء في أي حال من الأحوال النوع الثاني تكرير غير مقبول وهو الذي يؤدي إلى النطق بعدة راءات بسبب غلق الفجوة التي تبقى في رأس اللسان إذن التكرير على نوعين تكرير مقبول لا بد منه من صفات الراء اللازمة وتكرير غير مقبول وهو النطق بعدة راءات هذا ينبغي الحذر منه فإذا قلنا أر 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 نجد أن اللسان يرتعد ارتعادا يسيرا دون أن يؤدي ذلك إلى النطق بعدة راءات فإذا قلنا أر 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 نسمع عدة ماذا عدة راءات هذا تكرير غير مقبول وسببه انغلاق هذه الفجوة انغلاق هذه الفجوة إذن غلقت حصل التكرير غير مقبول أر هر هذر مقبول أر 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 kemudian tambahan dari tadi انخيراف yaitu tidak terjadi yang melainkan pada sifat بينيه pada huruf-huruf yang memiliki sifat بينيه dan tidak terjadi pada huruf-huruf yang memiliki sifat رخوة kemudian selanjutnya adalah sifat takrir Ini tidak ada lawannya Itu adalah sifat takrir Dan takrir secara bahasa adalah Yang mengulang suatu Setelah sekali Setelahnya Itu satu kali Kemudian setelahnya Kemudian apabila kita mendengar juga Karir Yaitu ulangilah Setelahnya dan setelahnya Ini secara bahasa Kemudian wastilahan Secara istilah Pengertiannya adalah irtiat Yaitu getaran Getaran pada Pada ujung lisan Atau kepala lisan Ketika mengucapkan huruf ro Ketika mengucapkan huruf ro Ini terjadi Dikarenakan Sempitnya makrot Sempitnya makrot huruf ro Ketika diucapkan Kemudian terjadi getaran Pada ujung lisan Atau pada kepala lisan Ketika pengucapan huruf ro Terjadi dikarenakan Sempitnya makrot ro Kemudian Sebagai mana telah ditunjukkan Ya karena Disini Ya ada Fajwah Ya Fajwah Yang lewat Yang lewat Ya darinya apa Sebagian suara Ya karena lewat Sebagiannya Sebagian suara Lewat darinya Yaitu sebagian suara Ketika pengucapan huruf ro Yang Seandainya Apa Tidak tertutup Ya makrot Secara sempurna Ya maka Itu akan Ya menghantarkan pada Takrir yang terlarang Ya jadi Nanti kalau Ya makrot ini Tertutup Atau celah ini Tertutup Maka akan Terucap padanya Apa pengucapan ro Yang salah Ya yang terlarang Darinya Maka disitu Jelaskan Wakat ikhtalafal ulama Para ulama Telah Berbeda pendapat Ya dalam Maksud Ya dengan sifat ini Dan telah jelas Ya dari Perbedaan Di antara mereka Bahwasannya Ya takrir ini Ada dua macam Atau ada dua jenis Jenis yang pertama Yaitu Takrir yang makbul Takrir yang makbul Yaitu takrir yang diterima Yaitu Getaran Ya pada Kepala Lidah Atau lisan Ketika pengucapan Huruf ro Maka ini adalah Ya getaran ini Yang terjadi pada huruf ro Adalah sifat yang Latangfak Ini tidaklah terpisah Ini selantiasa melekat Ada pada huruf ro Ya pada semua keadaan Pada semua keadaan Ini adalah yang makbul Yang diterima Kemudian jenis yang kedua Adalah takrir yang Ya tidak diterima Itu Ya takrir ini Yaitu getaran yang Menghantarkan Ya pengucapan huruf ro Dengan Ya iddah roat Itu dengan apa Berulang-ulangnya Ya huruf ro Ya sebagaimana tadi Dipraktekan apa Ya itu rohnya banyak Ya bisa babi Dikarenakan apa Ya tertutupnya celah Dikarenakan tertutupnya celah Yang Ya Yang terdapat pada Kepala lidah Yang terdapat pada Kepala lidah Atau ujung dari lidah Yang terdapat Yang terdapat Yang terdapat التي لا ضد لها وهي صفة التفشي صفة التفشي قال حفظه الله التفشي لغة الانتشار والاتسع تفشى الأمر اتسع وانتشر واصطلاحا انتشار صوت الشيل انتشار صوت الشيل من مخرجه مخرج الشيل كما هو معلوم من وسط ماذا اللسان مر بنا من وسط اللسان انتشار صوت الشيل من مخرجه حتى يصطدم هذا الصوت بالصفحة الداخلية للثنايا للأسنان العليا والسفلا ينتشر صوت الشيل من مخرجها الى ان يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلا يقول أشش 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 هكذا هكذا أشش هكذا 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 penulis Sa'afiaul wa ta'ala التفشي seolah bahasa al-intisar yaitu tersebar semakin menjadi lebar menjadi luas واستilahan yaitu intisar yaitu tersebarnya suara pada huruf sinn dari makhrutnya dan sebagaimana kita ketahui makhrutnya adalah tengah lisan ini wasat tulisan hingga yastodim ya hingga yastodim yaitu hingga bersinggungan ya bisofah ad-dakhiliyah yaitu ya bagian gigi ya tapi bagian gigi yang apa ya pada sofah ad-dakhiliyah itu bagian gigi ya bagian gigi sisi ya bagian dalam gigi ya lil asnan itu bagian dalam gigi baik itu uliyah baik itu bagian dalam gigi yang di atas ataupun ya bagian dalam gigi yang di bawah ya supaya mana telah dipraktekkan oleh beliau ثم ذكر صفة الاستطالة والاستطالة لغة الامتداد الاستطالة لغة الامتداد واصطلحا امتداد صوت الضاد في مخرجها مخرج الضاد من اول حافة اللسان الى ان تتصل بمخرج اللام امتداد صوت الضاد في مخرجها مخرج الضاد معلوم من حافة اللسان مع الادراس العليا من اول حافة اللسان الى ان تتصل بمخرج اللام مخرج اللام هو من ادنى حافة اللسان كما مر ثم ذكر تعريفا اخر قوله او هي اندفاع اللسان عند النطق بالضاد من مؤخرة الفم هذه مؤخرة الفم الى مقدمته حتى يلامس رأس اللسان هذا هو رأس اللسان اصول الثنيتين العليين اصول الثنيتين اصول الثنايا هذا في مخرج ماذا الطا ليس كذلك اخواته اصول الثنيتين العليين ما سبب هذا الاندفاع قال وذلك تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان اذا هذا الصوت والهواء الضاغط لللسان هو الذي ادى الى هذا الاندفاع الذي ادى الى هذا الاندفاع الذي عبر عنه بالاستطالة عبر عنه بالاستطالة نقول تسمعون هذا الصوت هذا الصوت الصوت الى استطالة اول حفاتي لسان الى استطالة الى ізون ya kepalanya lidah ya kepalanya lidah menyentuh usul yaitu adalah ya pangkal dari apa gigi seri bagian atas ya gigi seri bagian atas maka yang demikian itu adalah ya akan memberikan pengaruh di hal itu akan memberikan pengaruh yaitu udara ya hal itu akan apa karena pengaruh udara yang Menekan di belakang lidah Itu karena hal itu Ini hal itu Karena pengaruh udara Ini taksirul hawa Taksir yaitu pengaruh Al hawa yaitu udara Ad-dahid itu yang menekan Ya khalfa lisan itu dari apa Dari belakang lidah Ya jadi keluarnya dari belakang Kemudian menuju ke depan Ya sebagaimana Ya dari belakang Ya kemudian menekan Ya menuju ke depan Hingga ya menekan Ya dari Menekan suara tersebut Yaitu yang menekan Ya dari belakang lidah Akhiru sifatin Minus sifat Sifatul gunna Sifatul gunna Al hawa yaitu Kala al gunna tu Sawtun Ya khruju minal khayshum صوت يخرج Min Al khayshum ما هو khayshum Beyan Al khayshum Al khayshum Al khayshum Al khayshum Lami wal raka Thumma Wabitakirin jiual Ehi ra Wabitakirin jiual Walitafashishin Thumma Dadan istatil بَعْدَ نِسْتَطِيلُ بَعْدَ نِسْتَطِيلُ Pada gambar keduanya ini Kaitannya dengan ronggah hidung Kaitannya dengan ronggah hidung Kemudian berkata Ibn Jazari Rahim Allah Ta'ala menjelaskan Dari sifat-sifat yang tidak ada lawannya Dalam uqadimahnya Yaitu adalah صَوفِرْوَهَصَوْتُنْ وَزَيُنْ سِنُّ Jadi huruf sofirnya Itu adalah Atau sifat sofir Itu terdapat pada huruf sod Kemudian huruf zay Kemudian huruf sin Kemudian kolkolatun Kutbu jadin wallinu Kolkolah Pada kolkolah Terkumpul pada kalimat atau kata Kutbu jadin Kemudian wallinu Dan din Ini adalah terdapat pada Wawun wayaun sakana Itu wawu yang Wawu dan yak yang keduanya disukun Kemudian Wanfataha koblahuma Kemudian diharokati fatah Atau berakot fatah Dua huruf-huruf yang sebelumnya Yang sebelum keduanya Kemudian wallin khirafu Suhaha Filami waro Jadi kemudian in khiraf Itu sifat in khiraf Itu terdapat pada huruf lam Dan juga huruf ra Wabitakririn juhil Itu pada ra Itu apa? Dijadikan Walitafashi asshinu Ya Pada tafashi Itu adalah huruf sin Ya ada huruf ada Huruf sin Kemudian Doda nistatil Kemudian huruf dot Itu adalah pada Sifat al-istitola Kemudian penulis Menyebutkan jadwal Ya jadwal atau tabel Di sini Ya terdapat dalamnya penyebutan Tentang huruf Begitu pula sifat-sifatnya Ya dan ini Tersusun Ya sesuai dari Makhratnya Ya tersusun Sesuai dengan apa? Makhratnya Ya secara tersendiri Ya secara Allahiddah Itu secara Tersendiri Fawaid Nekra'u Hadhi Fawaid Kala Hafizahullah Fikai fiyatistikharaji Sifati Al-har Natlub Mink Fikai fiyat Ma sifatul Ba Kifat Tustakhriju Sifat Harfi Al-ba Kemudian Ya kita baca Pada Fawaid Ya pada Lembaran ini Yaitu Bagaimana Tentang Ya mengeluarkan Ya sifat Dari suatu Huruf Ya sebagai Mana contoh Yaitu bagaimana Ya apabila Antlub diminta Bagaimana Engkau akan Mengeluarkan Sifat Dari huruf Ba Kala Hafizahullah Assabilu ila Ma'rifati Sifati Ayy Harfi Min Huruf Hijai Huwa Al-bahfu Anhu Awalan Fi Huruf Hilhams Dimana Baca Nabi Hilhams مهموس وصفته الهمس إذن التاء صفته الهمس فهو حرف مهموس وإن لم يتبين أنه فيها فهو في حروف ضده وهو الجهر فيكون حرفا مجهورا وصفته الجهر إذن إذا لم نجده في الهمس أين سيكون في الضد ولابد الحرف إما أن يتصف بهذه الصفة أو بضدها لا بد لا نقول هناك حرف لا مهموس ولا مجهور لا يوجد إما أن يكون مهموسا وإما أن يكون مجهورا قال ثم يبحث عنه في حروف الشدة ما حروف الشدة أجد قط بكت فإن وجد فيها كما هو الحال في التاء بكت فهو حرف شديد أنا أكمل الآن لا يوجد شيء مكتوب لما نكمل في استخراج الصفات التاء فإن لم يوجد في حروف الشدة نبحث عنه في حروف التوسط فإن لم يوجد لا في حروف الشدة أجد قط بكت ولا في حروف التوسط لن عمر فهو في حروف الرخاوة ولا بد لا بد إما أن يتصف بالشدة أو بالتوسط أو بالرخاوة ثم نبحث عنه في حروف ماذا إيش أخذنا من صفة بعد صفة الرخاوة والشدة والتوسط صفة ماذا الاستعلاء نبحث عنه في حروف الاستعلاء خصة ضغط هل التاء هنا الجواب لا إذن هو في حروف الضد ما ضد الاستعلاء الاستفال فهو حرف مستفد إذن الآن كم معنا صفة للتاء همس شدة استفال نبحث عنه بعد ذلك في صفة ماذا الاطباق وصاد ضاد طاء ضاء هل هو مذكر هنا إذن هو في حروف ماذا الانفتاح الانفتاح إذن هذه أربع صفات من الصفات التي لها ضد إذن قال حتى ينتهى من الصفات التي لها ضد ثم يبحث عنه في الصفات التي لا ضد لها الصفات التي لا ضد لها لابد أن يذكر في حروف الصفة ولا نصفه بضد لا يوجد ضد فنبحث عنه في الصفير هل هو مذكور في الصاد والسين والزاي إذن لا يتصف بالصفير القلقلة ماذا بعد القلقلة اللين ماذا بعد اللين الانحراف هل هو مذكور في اللين أو الانحراف في التمشي الاستطالة في الغنة إذن ليس له صفة من الصفات التي لا ضد لها فله أربع صفات فقط وهي همس شدة استفال انفتاح هذه الصفات التي لاحظت كيف استخرجناها مررنا على ماذا على باب الصفات سريعة قالوا مما يسهل عليك ذلك أسهل طريقة في استخراج الصفات حفظ باب الصفات في منظومة إمام الفن المقدم أبيات يسيرة إذا حفظتها ضبطت هذا الأمر قال ولينتفع بتلك الصور التي وضعت لتسهيل فهمها وتميزها فإنها مما يعين على إتقان ذلك إذن هذه الصور التي نستعملها الصور التوضيحية المراد منها ماذا تسهيل هذا الأمر تسهيل هذا الأمر فإنها تُعينو إن شاء الله على فهم هذا الباب كمدian dari faedah yang disebutkan beliau حفظت الله تعالى tentang bagaimana seorang mengeluarkan dari sifat-sifat suatu huruf الصفحيل yaitu jalan untuk mengetahui sifat-sifat huruf mana saja dari huruf-huruf hija'iyah maka dengan membahas dengan cara mencarinya itu pada awal kalinya pada huruf hams pada beliau contohkan itu pada huruf ta dan ta itu masuk pada huruf hams ya pada huruf hams yaitu adalah hurufnya terkumpul pada فَحَدْثُهُ شَحْسُنْ شَكَدْ maka ta ada pada huruf hams maka bila telah jelas ya bahasanya ya ta terdapat di situ maka dia adalah huruf mahmus ya itu adalah huruf mahmus maka sifatnya adalah hams dan apabila ya misalnya ini ta tidak ada terdapat dalam situ ya atau ini pada huruf yang lainnya tidak terdapat pada huruf فَحَدْثُهُ شَحْسُنْ شَكَدْ maka ya seorang bisa ya mencari dengan lawannya ya karena lawannya hams adalah al-jahar ya maka dicari apabila ya selain dari huruf فَحَدْثُهُ yaitu yang yang dijaharkan berarti sifatnya adalah sifat jahar kemudian ya mencari kembali ya ثُمَّ يَبْحَسْ أَنْهُ فِيْشِدَّهِ kemudian dicari yaitu pembahasan pada siddah ya apakah tak masuk ya pada pembahasan siddah ini pada contoh tak ya dan siddah itu terkumpul pada ajid kotin bakat ya dan tak ternyata ya ada pada sifat siddah maka ini sifat kedua dari huruf tak yaitu al-hamas ya kemudian asiddah ya dan begitu terus ya sampai ya hingga akhir ya sifat yaitu sifat-sifat yang tidak ada lawannya kemudian dicari pada ya sifat apa dicari pada sifat-sifat yang ada lawannya kemudian dicari pada sifat-sifat yang tidak ada lawannya kemudian dicari pada yang setelahnya ya apakah tak itu termasuk huruf idbak ya kalau tidak termasuk huruf idbak ya maka ya isti'la pertama yaitu adalah sebelumnya adalah isti'la apakah tak termasuk huruf isti'la ya ternyata tidak maka ya berarti tak adalah pada lawannya itu ya istival maka tak ya ada pada sifat istival kemudian dicari apakah tak itu ada pada sifatnya ada pada sifat idbak ya kemudian ternyata bang kalau tidak ada maka dia masuk pada invita maka maka dari sini diketahui bahwasannya huruf tak memiliki empat sifat huruf tak memiliki empat sifat yaitu yang pertama adalah hames kemudian yang kedua adalah siddah kemudian yang ketiga adalah istival kemudian yang keempat adalah invita kemudian ya dicari ya pada sifat-sifat yang ya tidak ada lawannya ya apakah tak huruf tak masuk pada sofir ternyata tidak apakah masuk pada kol-kolah ternyata tidak apakah termasuk dari huruf lin ya tidak apakah termasuk dari inkhirov tidak apakah termasuk memiliki sifat takri tidak dan juga tidak juga pada tavasi wala istitola dan juga gunah maka dari sini kita mengetahui ya sifat huruf tak yaitu ya sepemana yang telah disebutkan yaitu sifatnya adalah hames kemudian apa siddah kemudian istival dan invita kemudian dari perkara yang bisa memudahkan seorang ya memudahkan mu atas yang dimingkinkan itu adalah menghafal tentang bab sifat sebagaimana dalam manduma imam al-fan yaitu manduma imam al-fan yaitu mukaddimah ya mukaddimah ibnul jazari ya ini adalah cara yang mudah untuk menghafal sifat-sifat kemudian dan supaya ya dijadikan atau bisa mengambil manfaat dari ya gambar atau tabel yang telah diletakkan untuk mempermudah ya memahaminya dan juga untuk mempermudah membedakannya maka ini adalah termasuk perkara yang bisa membantu untuk ya mengitkonkan ya untuk ya memahami dengan detail tentang pembahasan yaitu sifat-sifat huruf dan dan مر بنا أنهما صفتان لا دخل لهم في تجويد الحروف وإنما ذكرتها هنا باعتبار ما سأتي معنا من الاستشهاد بعد قليل من أبيات الإمام السمنود رحمه الله فهو ذكرها في هذا النظر وإلا فالإذلاق والإصمات مر بنا أنهما صفتان لا دخل لهم في تجويد الحروف والبينية التي هي التوسط أيضا صفة توسط صفة التوسط صفة توسط من حيث القوى والضعف وأما الصفة القوية فهي ما تبقى من الصفات فالشدة مثلا صفة ماذا وصفة الجهر صفة ماذا قوة والاستعلاء صفة ماذا والإطباق صفة ماذا والصفير والقلقلة كل هذه الصفات ماذا قوة نظم ذلك الإمام السمنود رحمه الله في لآلئه فقال ضعيفها همس ورخو وخفا لين انفتاح واستفال عرفا هذه صفات ايش الضعف ضعيفها همس ورخو وخفا الهمس والرخاوة والخفا لين اللين انفتاح الانفتاح واستفال الاستفال عرفا ثم قال وما سواها سوى ما تقدم وصفه بالقوة سوى ما تقدم من الصفات فهو من صفات ايش القوة إلا للذلق أي الإذناق والإصمات والبينية هذه الصفات توصق هل ذكر الصفات القوة لم يذكرها لم يعددها وإنما قال ما سوا ما ذكر فهو الصفات القوة ثم قال الشارح واعلم قال المؤلف واعلم أن الحرف إذا كانت صفات القوة فيه أكثر من صفات الضعف كان قويا إذا ننظر في صفات الحرف هل صفات القوة فيه أكثر من صفات الضعف فإن كان الحال كذلك فهو حرف ماذا قوي كالراء الراء مثلا صفات القوة فيه أكثر من صفات الضعف هو حرف قوي قال وإذا كانت صفاته كلها قوية كان أقوى وأقوى الحروف كلها الطا لماذا الطا أقوى الحروف؟ الجواب لأن صفات الطا كلها صفات ماذا؟ قوة لا يوجد صفات ضعف في الطا ارجع إلى الجدول وابحث عن الطا تجد أن صفته الجهد والشدة والاستعلاء والإطماق والقلق كلها صفات قوة وهذا لم يحصل إلا في هذا الحرف فحرف الطا هو أقوى الحروف قال وإذا كانت صفات الضعف في أكثر كان ضعيفا فإذا كانت صفات الضعف أكثر كان ضعيفا إذا ننظر في صفات الحرف أيهما أكثر صفات الضعف أو القوة فإن كان أكثرها صفات الضعف فهو حرف ضعيف كزاي مثلا ثم قال وإذا كانت صفات كلها ضعيفة كان أضعف وأضعف الحروف الها لماذا الها أضعف الحروف لماذا لأن الصفات كلها ضعيفة ويزاد على ذلك صفة الخفاء التي مرة ذكرها قبل انتبه لا لذلك جعل الها أضعف فالفاء مثلا كل الصفات صفاته ضعف هو حرف أضعف الحروف لكن باعتبار أن الها اتصفت بالخفاء فهي أضعف الحروف ثم قال وإذا كانت صفات القوة فيه متساوية مع صفات الضعف كان متوسطا كلامي مثلا فإذا تساوى العدد صفات ضعف صفات قوة كان الحرف من صفاتي كان الحرف متوسطا كلامي مثلا كموليان بكما نتعلم كمتوسطا 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 Jumlahnya 11 Maka disini Imam Sama Nudi Beliau mengumpulkan dalam Ba'id syairnya Dalam la'aliknya Beliau mengatakan Sifat-sifat yang lemah Itu adalah Hamsun Yang pertama adalah sifat Hamas Kemudian Warikhun Dan Khofa Semua yang telah disebutkan Itu pada huruf Mat Dan juga huruf H Kemudian Lin Ini juga termasuk Sifat yang lemah Kemudian Invitah Maka diketahui Maka selainnya Dari sifat-sifat lemah ini Maka disifatkan dengan sifat kuah Selain apa La'alik wal'ismat Wal'bainiyah Bukan dalek dan ismat dan bainiyah Karena dalek yaitu idlak Wal'ismat wal'bainiyah adalah Sifat yang mutawasitah Kemudian ketahui Bahasanya huruf Bahasanya huruf Apabila sifat kuah Ini mendominasi Ini mendominasi atau lebih banyak Daripada sifat da'af Yaitu sifat lemah Maka itu disifatkan dengan sifat Kowi Yaitu sifat yang kowi Seperti huruf ro' Karena mendominasi Padanya itu sifat kuah Maka dinamakan Dia memiliki sifat kuah Yaitu seperti Bahasanya Ro' itu memiliki sifat jahar Kemudian tawasut Kemudian al-istifal Kemudian al-invitah Ini bisa dilihat pada tabel Kemudian Apabila sifatnya itu semuanya kuat Maka dia Dinamakan Sifatnya itu adalah kuat Dan Huruf yang memiliki sifat yang paling kuat Adalah huruf to' Huruf to' Bahasanya huruf to' Memiliki sifat jahar Kemudian memiliki sifat siddah Kemudian memiliki sifat al-istilah Kemudian memiliki sifat al-idbaq Kemudian Huruf apabila sifatnya itu lemah Itu lebih banyak Maka dia disifati Bahasanya dia adalah Memiliki sifat lemah Seperti zai Seperti huruf zai Ya maka Ya bisa dilihat dalam tabel Yaitu sifatnya adalah jahar Kemudian rokhawah Kemudian istifal Dan invitah Kemudian apabila Semua sifatnya adalah sifat lemah Maka ini adalah Ya paling lemahnya Dan paling lemahnya huruf Ya yang memiliki sifat-sifat adalah Al-ha' Ya ditambahkan apa Ya sifat lemah yang ada padanya Yaitu padahak Yaitu hames rokhawah Wal istifal wan fitah Kemudian ditambah lagi Adanya sifat Khova' Kemudian yang selanjutnya Apabila sifat-sifat kuah Ini sama Ya Antara kuah dan lemah Itu ada Ya Itu tengah-tengah Itu mutasawi Ya ini sama kuatnya Antara lemah dan kuatnya Lemah dan apa Dan kuatnya Maka disini apa Dinamakan mutawasitoh Itu sebagaimana pada Sifat huruf lam Ya bahasanya sifat huruf lam Itu adalah jahar Kawasud Istifal dan Infitah قال ابن الجزير رحمه الله فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موف حقه فليعمل نفسه بإحكام حالة التركيب لأنه ينشو على التركيب ما لم يكن حالة الإفراد وذلك ظاهر فكم القارئ يحسن الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب وقوي وضعيف ومفخم ومرقق فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق مسألة مرة بنا في المقدمة قال ومن الكلمات التي ينبغي التركيز عليها ويقاس عليها غيرها هذه الكلمات الميم حرف مرقق وكلنا ينطقه إن شاء الله ما لكنه إذا جور مفخما يثق التركيق عند الكثير فيصير مفخما مخ ماصة مخ ماصة وهذا غير صحيح ينبغي أن تنتبه للتخليص أن تخلص الميم من الخاء والصاد فترققها فتقول مخ ماصة مخ ماصة أسمع منكم ننتقل للكلمة الثانية ننتبه للام اللام حرف مرقق لا لا لكنه يفخم في هذه الكلمة فلا نقول وليتلطف لط 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 ما غير صحيح وليتلطف ننتبه للباء أيضا في الكلمة الثالثة يتخبطها جميل ننتبه للام في ولا ولا كثير من يقول ولا ض ولا ض لا 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 غير صحيح ولا الضالين قال الإمام السمنود رحمه الله في تحفته إياك أن تفخم المرققا إياك مع مفخم قد التقى إذن يبقى المرقق مرققا ولو جاور مفخما والعكس يبقى المفخم مفخما ولو جاور مرققا ثم قال كأطهر إذن ننتبه لهذه الهاء لا نقول أطهر أطهر غير صحيح أغلظ تبقى الله مرققا إذ نتقنا تبقى التاء مرققا والنون ناكا صا ناكا صا على عقبي لا نقول ناكا صا ناكا كا ناكا نتبه ناكا صا ناكا صا وهكذا أطاقنا الله أطاقنا الله أطاقنا الله أش رأيكم بالذي يقول أو أو أش حصل عنده ها فإذن ننتبه نعيد مرة أخرى أطاقنا الله ناكا صا أضاء أطاقنا الله حص حص الحق حص حص الحق إذن تبه لهذه الكلمات كأطهر غلظ إذ نتقنانك صاء أو طقن الله أضاء حصحصا تم من هذه كلمات التي ذكرها الإمام السمنود ثم قال المؤلف وإلى هنا انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وفيه تجويد الحروف وذكرها حرفا حرفا مرتبة وفق مخارجها وذكر بعض الأحكام لحفص عن عاصم رحمه الله تعالى إذن نكون بهذا انتهينا من الجزء الأول وباب المخارج والصفات وبعض الباب اليسيرة ثم نشرع إن شاء الله في مجلس الغد في تجويد الحروف وهذا القسم هو ثمرة القسم الأول هذا القسم القسم الثاني هو ثمرة القسم الأول فمن ضبط القسم الأول لا بد أن يظهر ثمرة ذلك في القسم الثاني كيف يظهر؟ بأن يؤدي الحروف تأدية صحيحة بأن يؤدي الحروف تأدية صحيحة سأتي معنا إن شاء الله مثلا لاحظ معلان هذه الهمزة يأتي معنا ذكر مخرجها ثم ذكر صفاتها ثم ذكر الملاحظات الشايعة لاحظ كم معنى ملاحظات؟ كل هذه الملاحظات ينبغي أن نحذر منها ثم يأتي معنا الأمثلة فلابد أن ننطقها صحيحة فإذا أديتها على وجه الصوار معنى أنها أثمر فيك القسم الأول وظهرت فائدته فإذا نطقتها على وجه الخطأ إذا ما الثمر من دراسة باب المخارج والصفات؟ نحن ندرس التجويد لنعمل به ليظهر في نطقنا وآدائنا لكلمات القرآن الكريم فشمر في التدريب والمراس واضبط ما مر بك في الدروس السابقة لابد أن تكون مستحضرا المخارج والصفات كلها في ذهنك فإذا قل لك ما مخرج التاء؟ لا تتردد تفكر وتخلط إذا بك تأتي بجواب فتذكر لي مخرج الضاء الضاء مخرج والتاء مخرج آخر انتبه وهكذا نقول ما صفات التاء؟ إذا بك تأتي بها سريعة دون أن تخطئ لما عندك من الفهم والضبط والحفظ الجيد حينئذن تنتفعوا إن شاء الله بدراسة القسمي الثاني من هذا الكتاب وهو تجويد الحروف ثم فايدة تحليس يوزل تخليس يوزل تخليز Maka Ibnul Jazari Beliau mengatakan فَإِذَا أَحْكَ مَلْقَارِ Maka apabila seorang pembaca Yaitu mutkin Memahami Dalam pengucapan بِكُلْ لِهَارْفِن Pada setiap huruf Itu secara tersendiri يَعْلَهِدَّةِهِ Yaitu dia bisa memahami Dengan إِتْقَان Pengucapan huruf pada setiap huruf itu sendiri Dia menunaikan haknya Kemudian dia telah mengamalkan dirinya Dengan mengitkonkannya Yaitu ketika Ditargib Yaitu ketika disambung Dengan huruf-huruf yang lainnya Karena ketika Seorang tidak mutkin Dalam pengucapan huruf Secara tersendiri Maka nanti banyak terjadi Kesalahan ketika huruf tersebut Ditargib atau disusun Dikanakan Timbul dari Tarkib Yaitu susunan Malam Yakum Itu apa yang tidak terjadi Ketika Huruf itu Bersendirian Dan ini adalah perkara yang tampak Maka Berapa banyak Dari para pembaca Yang dia bagus Dia bagus Dalam Mengucapkan huruf-huruf Secara tersendiri Tetapi dia tidak Bagus dalam Pengucapan huruf Ketika Ditargib Yaitu ketika Disusun dengan huruf-huruf Yang lainnya Yaitu dikarenakan apa Sesuai Bihasabi Yaitu sesuai dengan Huruf-huruf yang Berada di dekatnya Apakah itu Mujanis Ataukah Mukarib Ataukah Kowi Ataukah Doif Ataukah Mufakham Ataukah Murokok Maka Sehingga Disini apa Seorang Pembaca Dia akan Menarik Yang kuat Kepada yang lemah Atau Memenangkan Mufakham Atas Murokok Ini apabila Seorang tidak Memiliki Kemampuan Atau Memutkinkan Dalam pengucapan Masing-masing huruf Kemudian Dan diantara Kata-kata Yang selayaknya Dijadikan Perhatian padanya Dan juga Yang bisa Dikiaskan Pada selayaknya Itu pada Contoh Pengucapan Mah Masoh Pada Huruf Kho Itu adalah Huruf Yang disitu Tafim Kemudian Berada di Sebelumnya Adalah huruf Mim Dan huruf Mim adalah Murokok Itu berdekatan Dengan huruf Tafim Maka Bagaimana Seorang Mengucapkan Dengan pengucapan Yang benar Begitu pula Pada Lam Lamsukun Kemudian Sebelumnya Ada Yang berarokat Fathah Dan Lam adalah Murokok Maka Hendaknya Dini Diperhatikan Begitu pula Pada pengucapan Ya Ba Pada Kata Yatakob Batuh Itu adalah Hendaknya Diperhatikan Ya Karena Ya Pada Ba Sebelumnya Ada huruf Kho Ya Ada huruf Kho Kemudian Setelahnya Ada huruf T Kemudian Pada Ya Wala Disini Pada Kata Wala Disitu juga Hendaknya Diperhatikan Karena Termasuk huruf Dari huruf Murokok Ya Kemudian Sebelumnya Adalah Wawu Yang Difathah Maka Pengucapan Dari huruf Kata Kata Ini Hendaknya Diperhatikan Ketika Dalam Mengucapkan Karena Huruf Yang Murokok Misalnya Bersebelahan Dengan Huruf Yang Mufakhom Kemudian Berkata Imam Samanudi Dalam Tufahnya Dia mengatakan Ya Kha Antufah Khim Al Murokok Ya Waspadailah Hati-hatilah Engkau Mentafkhim Ya Huruf Yang Murokok Ya Kemudian Apa Ya Apabila Bersama Yaitu Apa Antara Mufakhom Dengan Murokok Ini Apa Kha Diktaq Yaitu Bertemu Ya Seperti Dalam Contoh Yaitu Ya At-Tahar Disini Yaitu To Yaitu Adalah Huruf Mufakhom Kemudian Apa Ketemu Dengan H Kemudian Pada Uglut Yaitu Lam Ketemu Dengan Dho Atau Berdampingan Dengan Huin Kemudian Pada Natakana Yaitu Huruf Nun Huruf Tak Itu Ketemu Dengan Kof Yang Yang Disukun Kemudian Huruf Kaf Ketemu Dengan Huruf Sod Huruf Istiqlah Yaitu Kaf Yaitu Apa Dia Huruf Termasuk Apa Namanya Hamas Dan Dia Berdampingan Dengan Huruf Sod Itu Huruf Istiqlah Maka Hendaknya Ini Diperhatikan Kemudian Pada Hamzah Kemudian Disitu Ada Nun Kemudian Berdampingan Dengan Huruf Tok Kemudian Pada Contoh Hak Berdampingan Dengan Sod Huruf Hak Berdampingan Dengan Sod Maka Ini Semua Tadi Telah Dipraktekan Bagaimana Tentang Pengucapannya Maka Sampai Disini Itu Adalah Juz Yang Pertama Ini Adalah Kitab Bagian Yang Pertama Dan Akan Datang Setelahnya Itu Juz Yang Kedua Yang Kedua Ini Membahas Tentang Tajwid Al-Khuruf Tentang Tajwid Al-Khuruf Dan Akan Disebutkan Dalamnya Tentang Huruf-huruf Huruf demi Huruf Huruf demi Huruf Secara Tertib Sesuai Dengan Makhratnya Dan Juga Akan Disebutkan Sebagian Dari Hukum-hukum Terkait Dengan Kira'ah Hafiz Riwayat Imam Hafiz Dari Asim Maka Dengan Ini Kita Telah Selesai Dari Juz Yang Pertama Dan Pembelajaran Dari Juz Yang Kedua Nanti Adalah Sebagai Tamaroh Dari Juz Yang Pertama Dari Bagian Yang Pertama Jadi Ketika Nanti Tampak Seorang Mudkin Dalam Juz Yang Pertama Maka Akan Tampak Hasilnya Pada Juz Yang Kedua Karena Nanti Akan Dipraktekkan Sebagai Mana Tadi Telah Disebutkan Karena Kita Belajar Tajwid Huruf Itu Tujuannya Benar Dalam Pengucapan Maka Hendaknya Seorang Itu Membiasakannya Mengulang-ulanginya Dan Memutinkan Dari Apa Yang Telah Dipelajari Maka Ketika Nanti Antum Ditanya Bagaimana Sifatnya Huruf Tak Kemudian Antum Sebutkan Dengan Muntalik Yaitu Dengan Secara Lancar Bagaimana Sifatnya Huruf Tak Antum Sebutkan Dengan Secara Lancar Dan Antum Jawab Dengan Secara Lancar Maka Tajwid Yang Bab Yang Kedua Itu Adalah Merupakan Atau Juz Yang Kedua Adalah Merupakan Buah Hasil Dari Bagian Yang Pertama Masa Mad Sifat Masha Que Nere من حرف الضعيف والفايدة الثالثة حول التخليص وبهذا تم الجزء الأول يتتطور يتطور 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 يرجل كم ؟ بشكل كمه دفع يتطور بشكل يتطور يتطور كمه يتطور كانت كما وليس يتبعون في الشيخ من قد يمكن أن تقلعه قدار لعباً كما لا يتبعه من وقت إن أتبع بها القدر سبحانكو بحمدك لأيلا إلا آدنا استغرقا ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته